احنا انستظرف ولا ايه؟ فيل الترخيص صراحة كده انا زعلانة منك انت زعلانة منك انتك يا محمد عملت اي انا ماماتش حاجة فانا اللي هكون معاهم يا شيخ اه انتو بتطلعوا القطط الفطسة من الفكرة اتخدي اه بالواضح قطعت الموضوع مهم يا بقى مين هنا؟ خد يدا انت وهوا اي ده اي ده اي ده اه ما ينفعش كده اسازة انت هتعملها كده ليه؟ خير يا حبابتي دخلها فين؟ مش الله معطرف قالو يا ايميلي يا ايوه يا ماما اه 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 اخير انا فرحانة وان ماما رجعت ايوه الحمدلله على سلامتها اما عليش بس حاولنا لابتنا لايه؟ الحمدلله شلتها خلاص علقناها الخلاص فاشك لاحل؟ اه اه اشتق هاتو يا امير بقى اي رأيك؟ ايه؟ لا لاحظة ما عرفتش ايه الحاجة اللي بي كانت عايزة تقول هالي هنا هنا ليه؟ انا عايزة ادمر حياتهم اسرب حياتهم انا عايزة ارفع قضية على محل كده المنت قلبانا انا مش هديها موزة واحدة انا هديها موز كتير هديها كل الموز اللي عندنا واحي اللي بقى انجل تاني بيش مشكلة بس اي قلبانا اشتركوا في القناة 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 انا قلت بسأل مالك مش بشوف فيه حاجة ولا ملأ انا عارف ان فيه حاجة قصة لا 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 مفيش حاجة خالص وبعدين انا قاعدة عادي يعني هيكون فيه ايه والله ما تقولي فيه انجزي اصلي ايوة لا 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 مفيش حاجة متنجزي اغلى حاجة متنجزي لازم لا مش لازم خلاص لحتك لا ازبر ازبر خلاص مهزر هقول لك صراحة كده انا ازعلانا منك انت ازعلانا منك انتك انتك يا محمد عملت ايه انا ما عملتش حاجة استبوري كده فكة لا لا بجد ما عملتش حاجة نها استعبد بقى ها عملت ايه طيب هامل ناسك مش عارف لا مش عارف بجد خلاصي لا بقولك ايه هتفضل تلف فيه ودوري وقالا مش عارف لقا عرق اوهامش وصيبك انا قصلا منتدايق منتدايق ليه وانتي مالك انت قولي انت الاول وانا بقولك بعدين اوكي اوكي هقولي طب ثانية واحدة ادخلي ايه ده عرفتي ازاين انا هنا ان اعرف اخطتكم المهم نعم اه بالواضح قطعت موضوع مهم لا 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 خالص براحتك اوه موضوع كان عادي طيب المهم اه جيت لانو فكرة تحدي بس مستنينو عمر وليلي يجوا من المستشفى مدام مستنينو عمر وليلي يجوا طب لما كنا لو كنا يوه لما كانوا يرجعوا بقيد دهلنا اما انا جيت اقولكو عشان خلاص خلاص معلش طب مش لننزل تحت معاهم طب والحاجة حاجة ايه بعدين ايه بقولك طب يلا يا جماعة قول ليلي بعدين بعدين يوه شكلها هطنش مش هتقول لي استغفر لا والله هلا بده الفكر هالك هيا يا جماعة قولي الفكرة بقى لا محنا نستنينو عمر وليلي اه شفتي كان زماننا عاديين فوق طيب ايه مين اللي قالها انا ايه كده ايه هنعمل ايه حولنا البيتر اصلا الى عقب ولا ايه اقررنا ناكل المناديل ايه ده لا 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 انا غابي بس مش له الدرجات دي مش الله معطرف اه عجز بيعني طيب المهم طب قولينا ايه الفكرة ايه مش ردي قولها لنا ها صبر لما ليلي وعمر يجوا مامة ليلي كمان طيب ايه ده يا مامة عليها مامة علي مني مامة ليلي هتخرج النهاردة من السشفى اه سمعت عمر بيقولها طيب سمعت عمر بيكلم ليلي في الموضوع يعني بس مش متأكد طيب كويس حمد الله على سلامتها بقى مش لما تخرج اه صح اه 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 اخيرا انا فرحانة وان مامة رجعت ايوه حمد الله على سلامتها اه لا يسلمك اه لا يسلمك لاب يلا تفضل بقى تفضلي تفضلي يا مامة حاضر اه لو تعبانا تقدر تطلع وتتريحي لا 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 مش تعبانا انا هاعد معاكم عادي طيب مش شو فيها يا ليلي هيا يا مامة لو تعبانا او اي حاجة اقولي وانا نتلعيك فقط وعادي في القوضة عادي لا 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 مش تعبانا هاعد معاكم شوية بعدين لو تعبانا هاقولكو على طول طيب خلص تعالي معايا مش ها ...bs هيbec يا ابني مش تعبانا اخ ...مامة هوان ا linen اكذب عليك وانا انا او تعبانا هاقولكو الحمدالله انا اتحسنت وخلقت وانا الاستشفى حتى لو كنت تعبانا كان الدكتور قلوكو او حاجة اه الحمدالله اه اه انا تمام تمام طيب مش مش فاهم انا ازاي كانت تمامتي كانت بيت موت مبارك طيب يلا عادي اه طب تفضلي تفضلي اه اسندك او حاجة لا لا شكرا انا ربي نعي كرامك تعالي يا ماما انا موجودة طيب خلاص انا غلطان تفضلوا تعالي هاي هاي يا جماعة عاملين ايه وحشتوني الله حمد الله على سلامتك اخيرا رجعت يا حمد الله على السلامة حمد الله على سلامتك يا تنت نورتي نورتي تفضلي اه اه نورنا طبعا تفضلي تفضلوا اه 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 طب طبعا يعني هو حضرتك طبعا ايه قاعدة كدا اه ايه في مشكلة اقوم ولا حاجة لا اه مش قصده انت ايه اللي انت بتقوله ده هو قصد يعني عشان من الاخر كدا كنا هنعمل تحدي اه اه تحدي طيب ماشي مش مشكلة مش مشكلة طب ايه طب ايه ده هو قصد يعني ان احنا هنعمل تحدي والتحديات حضرتك مش هيفه تبقى فيها مثلا لا هو ممكن تبقى فيها هو تحدي منها فيهوش مجنود او فيه مجهود مش عارف بس مهم يعني لو هي هتقدر انا قصد يعني هو حضرتك مش تعبانة لا مش تعبانة خلاص يا جماعة فيه ايه مش تعبانة اه يا جماعة هي امريكا ايه من امريكا اه 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 تويبت مهمة بقى بما انكوا جيتوا يا عمر انت والاستاذة اللي لي ايه ده كنتوا مستنينة من امتى بتستنونا اه 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 في حاجة اعملنا ايه يا بنتي ما عملناش حاجة لا اه ده احنا عايزين نعمل تحدي بيقولك اه مستنيننا ليه يا ابني عشان تفهم ما فكرة التحدي ونتفق مع بعض انت ايه زكاء ده مش فاهم انا زكاءك النهار ده خارج اه طب تمام 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 قولوا فكرة التحدي ماشي فكرة التحدي حاولنا بيتنا يوم كامل الى ايه انا نسيت حاولنا البيت الى محل جزارة يعني فهمت ما عليش بس حاولنا لبيتنا لايه لحظة لحظة يعني جزارة يعني وندبح والنقطع لحمة وكده اه يا جماعة في ايه ايه الفكرة الغريبة دي انا شفت كل انواع التحدي فكل العالم بس ما شفتش التحدي ده لا لا احنا قروضنا نعمل وايه يا جماعة في ايه احنا مش راخرين على العيد ايوا داخلنا على العيد هما الجزارين نيديحو احنا ملنا ماشي باشي احنا نجرب شعور الجزارين طب يا اخي ده احنا صايمين ه voiture ندبح ونبقى جزارين جزارين مرة واحدة وحيا صايمين ايوة ايه المشكلة يعني طب هنجيب من اللي العجل والخرفان اللي هنتباحهم اصح اكيد مش هنتباح الحاجات اللي احنا شارينها مبارح يعني لا طبعا مش هنتباح بتوعنا احنا بتوعنا شارينهم للاي احنا نروح هندرق نفس الراجل ببقى عند الراجل عنده مزرعة يعني وكده هنشتري منه شوية خرفان وحاجات وكده يعني وحاجات للمحل ونتباح الاول هنبدأ الفيديو بصوا خطوات التحدي بإذن الله ايه يا جماعة طب موافقين ولا لأ طيب عشان ابدأ الخطوات مفضل شاركي عرفاضي ما عرفش بصراح هي فكرة غريبة شوية ما هو على حسب خطواتها لو خطواتها سهلة يبقى خلاص سهلة ايه فيه جزارين سهلة يعني ايه محل الجزار سهل خلاص هو هي ابوة تبقى مغامرة بس يعني الكلام ده المفروض كان قبل الصيام قبل الصيام هيبقى ايه علاقته بالعيد مش هعرف مالش انا موافق يا ابو الواحد انت توافق ايوة موافق خلاص كت انا كمان موافق قف بقى انتو بتطلعوا القطة الفطسة من الفكرة لا يعني ايه القطة الفطسة يعني ايه ايه كمان مش فهمة ايه الولايه اجنبية ها الولايه من امريكا امريكا ها امريكا اه طيب القطة الفطسة يعني كل حاجة غريبة في اي حاجة وحشة في الفكرة يعني بيشوفوا الجانب الواحش قبل الجانب الحلو خلصي احمد ايه ده انا معاك اشتا ايه ابني ما انا معاك وانا كمان معاك في ايه ثلاثة بس والباقي خلص ماشي ماشي مدام فيه كتير معك خليني معاك يلا مش هنكسر حاجة والله ايه فكرة جديدة يعني فاوكي تمام انا ماليش دعوة طبعا انا هقف اتفرج بس خلص بقى يلا بقى نبدأ الفيديو طيب ماشي هلو ابنتنا الحلوين انا لكم فيديو جديد وفيديو النهاردة هيكون عن نعم حولنا البيت الى بيتنا الجديد ايه حولنا البيت الى بيتنا اي يا علي حولنا البيت الى مطعم مطعم ايه في ايه اللغبة طلعنا فيها دي جماعة بالراح حولنا البيت الى مكان جزارة جزار جزار هنبقى جزارين بسم الله ما شاء الله افكارنا متخلفة من المريكة قبل من ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ودفع وزر الجراز لكي نبسلكم اي فيديو احنا مننزلو ويلا نبدأ طبعا يا جماعة فكرة حاولنا البيت بقلنا كتير معملناش اخر حاجة عملناها حاولنا البيت لاي والله مفكرة لقهوة كافية ايوه صح اي محاجة حاولناها كافية ده من كتير اوي من قبل رمضان اه صح طيب خلاص يلا بينا نعمل بقى النهاردة هنعمل اي قلنا جزار اه جزارين جزارين محل اللحمة يا جماعة انا على اخر الزمن هلقب جزارة اوكي يلا بينا نشير العفشن البيت لعشان نبدأ نحضر المكان او نحضر البيت للشغل النهاردة طيب يلا بينا يلا اخيرا تاعدنا قويا جماعة المهم يا طنت لقنالك سنتتك اوه بالله يصح الانظرتها هاشتع كده اتفضله ايه وكي ايه تعني هنعمل ايه اه هنبدأ ندهن البيت ابيض عشان نبدأ نلونه. الله اكبر. ازا كده. ما نلونه على طول مش محتاج المرة دي خطوة انه هندهن البيت ابيض. يا جماعة كده كده اصلا اصلا الجزاريب يبقوا زي سيراميك كده. مش زي هو سيراميك اصلا. اه وبيبقى ابيض. صح. يبقى كده كده هنحتاج ندهن البيت ابيض. طب مش مش يعني هو دهن البيت هو اللي هيتعبكوا او يعني ما هو متعب. ما نطلع على السلالم و ندهن ندهن ووضوع كبير. طيب طيب مش مشكلة. خلينا ندهن الليد بسرعة. اوكي. يلا بقى يلا. قد قربنا الخلاص خلاص. تمام حلو قوي خلاص يا جماعة دي عنا البيت كله ابيض زي ما انتو شايفينه وشلنا كل حاجة. هنا شلنا كل حاجة معادة بدلة احمد ما عرفش ورامها كده ليه. المهم شلنا كل حاجة خلاص. يلا يا ابني روح شيل بقى دلدة. بقى بدلتي مشلتعش يلا هوي. الحمدلله شلتع خلاص. يلا انا مش عارف ازاي نسيتها يعني بس مش مشكلة. اوكي يا جماعة دلوقتي فاضل نجيب حاجات الجزارين. ايه ما جبتوش الخرفان. ما هي طبع حاجات الجزارين. اشتا خلاص يلا نشتري. اه يلا. اوكي يا جماعة خلاص ما دلوقتي وجبنا الحاجات. ما جبناش حاجات كتير. اصلا مش محتاجين حاجات كتير. كلها تبقى تلاجات. وترى بزد. وحاجات من هنا. فاجبنا بس كلمتين. اه لوحتين وصورتين. ما اعرفش. المهم اه سورتين واحدة مكتوب عليها. مش الواحدة مكتوب عليها الله اكبر. بما ان الجزارين بيعلقوا الكلام ده يعني عشان اكيد دخلته محل كزارة. فا حنا هنعلق ان شاء الله واحدة هنا. وكلمة الله اكبر هنعلقها هنا. وكلمة مش الواحدة هنعلقه هنا. فا خلينا نجيب حاجة نعلقهم. هنعلقناها خلاص. فشكلها حل. اه حلوة قوي. ايه اللي بعده كده. والله مش عارفة. ممكن مسلا فين الخرفان والحاجات. ما عرفش لسه مجاتش بس المهم يعني العربية جاية. بصوا بقا garde ترتيب المحل زي جيى ترتيب كده مش عارف هيعجبكم ولا لأ. المهم قطي هتبقى القودة اللي فيها الخرفان والحاجات اللي هنتبح في اللي هيدبح فيها الحاجات يعني افهمتو حاجة؟ اه القودة اللي بعدها ممكن تكون مش عارف والله والله ما عارف ممكن كل القودين اللي جوا دول يبقوا مكان الدبح اه اه عشان مكان الدبح بيبقى كبير مش يا الله ما انت فاهمة لا شفت جزاري مانا جاي اه اه انت مش فاهمة اه اه ايه المهم سلامين الله سلمك احنا كلنا عينين المهم ودعونا يا جماعة والله يا عينين المهم ايه كنت اقول ايه? يا ربي نسيتون ايه. ايه القطين دول يبقى الدمحة والمكان دوتة اللي فيه مثلا التلاجات واللحمة والناس اللي بتقعد كراسي كراسي. وبره ممكن كراسي برضو والدنيا كلها كراسي. لا اقول لك. هنا مثلا نحط في الدهر كله التلاجات واللحمة وكده. وهنا نحط كرسي او اللي هي الخشبة اللي بيعد عليها دي عائفة. اه. اه. وهنا برضو الخشبة زيها ومسلا هنا او اتنين بس يعني. على حسب. ونحط اللحمة وورا وكده بس. اه والله دي فكرة حلو. طيب وبره يبقى ايه? بره الكراسي يبقى اللي الناس هتستنان عليها. ايه بره الكراسي ماشي. خلاص يا جماعة. تمام كده كله جاهز? ايه خلاص كله جاهز. طيب مش اه هنبدأ بقى يا جماعة هنعمل محل لغاية تم الرجل بتاع الفراخ. فراخي بسم الله ما شاء الله هندبح. فراخ لا. اه لغاية تم الرجل بتاع الخرفين والبعر وكل ده تيجي يعني. بمن اننا مستنينه فاكيد مش هنضيع الوقت. طيب خلاص نعمل حاجات وحتى لو مجاش ممكن يعني نعمل حاجات وبعد كده نربس بس اكيد هيجي بعد من نربس بقى. اه. لو جي بعد كده هنستناني. كده كده يا جماعة مستنينه. فخلاص نستغيل للوقت من الاخر. ايوة يلا بنا. يلا. اشتركوا في القناة 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 ايه؟ طيب مش المهم انا احمد يبقى هنا وهنا يعني احمد بطنقل هيقسم نفسه طبعا هنا المكان بتاع الجزار ناسه فاهمينه انت بقى وعارفينه شفتوه وليس كنا قفين فيه اصلا يعني شفتوه المهم وهنا مكان ناس تعد فيه المكان ده عجبني ايه والله يعني ايه من احيا المقامك اللي عملناه ايوه هنا الناس تعدوا هنا تعدوا هنا يعودوا برضو وهنا في حد بقى يقف طبع اللحمة والسجاق والحاجة هل انتم شايفينها دي فاس كده يلا بقى نقلق عشان نرحق نلبس اوه والله الفضل اللبس طيب يلا ايه هنلبس ولا ايه 청رحة نبحث المحل عشان نحن نتعész نحن نتعب نه والله تعبني من قبل ما نفتح المحله تقبل ما نفتح المحلة رح ونموت ابدا يلا بقى يلا يا هنرحق نلبس طيب بسرعة يلا رجعنا يا جميها بعد ملبسنا وخلصنا لبس الحمد الخلاق تهي開نا بعد ثلاث سنين لم يكن بصراحة لابس أحمد و اللي اللي اللقوا اللبس بسرعة هم أحمد و الولاد صراحة من الآخر الولاد إنما إحنا البنات فضلنا ندور على لبسه ليق علينا لإن اللبس اللي إحنا نبسينه حتى رجل بطي مش مقتنع بإنه هو بناتي ولا إحنا محدش مقتنع إنه هو بناتي بس نعمل إيه ده أكتر حاجة لإنها ينفع تليق علينا حتى إيمي و جوليا لبسهم زي بعض لإن مش عارفين يعملوا إيه فخلص يعني اللي حصل حصل المهم دلوقتي إحمد الجزار اللي بيتباح أيوة طبعا وانا إيه ده يا جماعة إحنا عملينا أماكن كتير قوي وإحنا قليلين أصلا إحنا طبعا إياه ماشي طبعا إياه في مليون مكان إيه ده والله إياه والله إياه اصبر كده نشوف كم مكان محتاجين قد إياه هنا قدي واحد وهنا مثلا واحد وأهلا يا طانت أهلا يعيني وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة رمسة ستة ما شاء الله إيه ده السبعة إيه ده لا معلش واحد ستة واثنين إحنا محتاجين تسع أشخاص طب نجيب الشخص التسعة ده منين طب ما نجيب إنجي مثلا أو أنجلينة بما إن الأطفال السراحين عشان نجيبه أنجلينة لأ كلين نجيب إنجي طيب إنجي؟ أيوة إنجي لا لا بلعليك يا تباوزين الدنيا إيه يا جماعة نجيب إنجي بجد خلاص ماشي هاتو إنجي بس هتوقفين مش عارفة المهم أن أعيز أتلب منكم طلب قبل ما نبدأ بس عشان نمش طيقة الريحة أيوة نامليا لا ما هي دي الريحة بتاعت المحل مقدم فتحنا المحل يبقى إلا هتستحمل الريحة بقى حدش قال لك ما تفتحش موضوع الريحة قبل ما نفتح المحل أوه طب أنا جاتلي فكرة ها قولي بسرعة بسرعة بس إيه رأيكم نجيب معطر جو أوه والله فكرة حلوة الله أيوة 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 هاتو أيوة يا جماعة هاتو بجد نحتاجين معطر جو نعم إيه معطر جو معطر جو في محل لحمة أيوة أنت عايزة للحمة تبوز تبوز ليه؟ هنحط لها برفان؟ لا يا معطر جو غير البرفان لا يا شيخ أيوة لا يحببت اسمه برا هو كده يعني شبه بعض ملناش دعوة ملناش دعوة إحنا ده هيبوز اللحمة لا يبوز اللحمة ليه على فكرة معطر جو قلت مش معطر جو لحمة ولا قلت برفان يا شيخ اسكوتي بقى مش هنجيب إحنا عايزين الشخص التاسع بس التاسع الشخص التاسع طب مين معرفش أنا قلت اللي عندي وانتو اللي معافش حتى ليسا وشريف كان زماما موجودين معانا اعمل ايه طيب انتو اللي خلتهم يبضلوا هناك اعمل ايه طيب معا هو مش احنا ليسا اللي عايز تشتغل ايدول لنعمل له وباها ايه اه طيب ماشي خلاص نعمل ايه يعني اللي فات مات يا جماعة محتاجين حد التاسع دلوقتي مين الشخص التاسع الشخص التاسع هو مفيش غير انجي يا جماعة خلاص بقى هذو انجي وخلاص بس يعني نعمل ايه يعني هو اقب انتدبسين وهتببس الدنيا واتبهدنة بس متدبسين يعني نعمل ايه اوف خلاص هتو انجي مش هنجيب انجي يا تسنين عشان تيجي مش عارف انا مستنينها بقالنا كتير قوي طب ايه يا جماعة رنقلها تاني رنت لها والله وقالت جاي وخلاص بس ما عرفش شكلها هتطلني شكريني تاني لا 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 مش هريني تاني متصل اقوم اجيب التريفون تاني نستنعها عشر دقايه كده لما جاتش بخلاص بقى نعمل ايه الباب يخبط يووو خلاص يبقى جات خلينا فتح له اه يا ربي اتفضلي ايه المفاجأة اللي جايبينها يلي معقولها عاملين لي انا مفاجأة وليه ايه كرم ده اوه حبيبتي ايه مش مفاجأة حضراتك هتشتغلي معانا بالغزب وما فيش ولا هتطلقي ولا هتخرجي ولا حاجة انتي هتشتغلي معانا نعم هتشتغلي معانا ليه انشاء الله مين قال الكلام ده انا مش هشتغل معاحد لا يا انشي بصي احنا بصي ايه هو محل لحمة كيوت كده نعم محل لحمة كيوت ايه جبتيها ازاي دي هو كده محل لحمة كيوت بس احنا محتاجين تسع اشخاص في المحل واحنا للأسف يرديك احنا تمانية ومش ما قولنا نشغل ممتليلي معانا يعني حرام طب من ولا مال يعني ايش معنى انا عشان انتي يعني تبعنا فنقدر ناخدك تقدرernت اخدوني لي؟ لا انا مش عايزة شكرا بقولك ايه نعم انا الااخت الكبيرة هنا وانا الاخ الاكبر خالص هنا انتها بوسط اللقطة انا الااخت الكبيرة هنا وانا برضه انا اخبار الله انا اكبر واحده هنا اصبح طيب من نشدوه اكبر واحد متقفل بقى من موضوع اكبر واحد ده يا ليس اخلاص بصي اصجر راحت believer انا اخذا الصجر راح انته بقدلله اليمن انا اخذوه انا مشيا انجي عايزة ايه هتفضلي معنا بقولك احنا محتاجين حد هتقعد يقول لأ لأ طب مش انا بقى يا جماعة معايا رقم امير اتصل بامير ييجي مصر اصله ايه كان نفسه ييجي مصر بس ايه يعني هو مستنيين اتصل بيه اه و انا كمان معايا رقم امير احنا نتصل بامير و نعزمه و نجيب له التذكرة بقى على حسابنا كمان ايه رأيكو و بقولك ايه ايه رأيكو كمان نخليه يقعد عند بيت اين جي اه لا ممكن نسكنه جنبها اكيد مش بابا يعني اكيد مش هندخله ازاي يعني المهم احنا ممكن نشتري له شقة فوق اين جي او تحت اين جي كده اه اه اشتهته ايه امير بقى ايه رأيكو كمان ايه ها اخي قلت ايه اتزليتي احسن حاجة توفي افوا بقى هتشغلوني ايه ما عرفش احنا لسه ما اتفقناش بس عمتا يعني احتمال تبقي وافة انا احتمال اه ايا خلص يبقى تبقي وافة جوا ايه ايه بقى ايه بقى جوا مش هتقف انت في روش الناس بقى دaley orada هه يالا بقى يالا شوفو يروح البسي انا بكرهكو 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 انت امي اللي بقى اه 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 اهلا اهلا يا امي لالي عارفنا لمشي كلامنا في رايح تستيل تستيل محدش قالات عنادنا اتزفدت البست يلا حلوة جميل الله طيب يلا بقى شوفوا كل واحدة قفين اوكي يا جماعة هنقفوا بعد كده ناخدكم جلو ونفتح المحل ان شاء الله لتس جو انت الوقتي يا جماعة انا اللي هباديكو المحل بما ان هم بقالهم ثلاث سنين بيتخنقوا علشان يشوفوا مين هيقول لكم مع ان مش بحشتين اننا تعبينة مثلا لا 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 ما عندهمش دم خالص يعني بصراحة المهم هوريكم المكان اللي هم عملو هينها بندخل وبنلاقي انجي ومعها محمد بيعمل وبيقطعوا اللحم اللهم بنبيع بنبيع انا معرفش بقى انتو قلتولي كقر مش كفاية اننا اللي باوري الناس طيب بنبيع يا جماعة بنبيع شو يا فرحان قوي سكوتي بقى بقولك ايه مش هتقرفيني كده انا و الناس حضر مش كفاية شبطي هنا في الاخر الارف ده احنا باشتفى انا دي تبقي جوا بقولك يا ميسمح لك مثل которого لا تتكلمني كده وانا امرايت اخت اخت امراطك هاذاحم انا اعمراك انا اخت مراطك ماينفاش تعملني كده لا ماينفاش تعملني كده اسكوتي بقى شوي المهم شكلها ما يقرفونا اصلا بالuters طبعا هنا شوية كريسي مش بنخلي حد هيقعد عليها. وجوه هنا معينا علي وجوليا وليلي ونانسي وامي وعمر. كلهم بيتبخوا وانت بتعمل وايه هنا. بنقطع اللحمة يا جماعة. بنقطع اللحمة ونديها للناس يعني بره بيشتروه مسلا ويقطعوا هنا. او بنسلا بيتباحوا ويقوا يقطعوا هنا. عمتلا يعني احنا بنقطع اللحمة بنوزعها لهم كده. ايوة بالضبط. وطبعا احمد اللي قفل على نفسه بقل وساعة جوه ده ما عرفش هو بيعمل ايه فهدخل اشوفه هو بيعمل ايه دلوقتي. ادخلي. يا ربي. مش كيفان انا تعبانة وليسة خرجة من المستشفى. انت عملت ايه? عملت ايه في ايه? اللحمة دي كلها جبتها ازاي? ما انا دبحت. نعم. دبحت غلاص. دبحت ايه? دي الخروف ده اللحمة مش فاكر. مش فاكر بس اللحمة الاقل هي الخروف يعني. مش اعرف. انهي اللحمة الاقل. شوفي كده. وشانا نسيت بس. كمان بتتبح ونسيت. ايوة نسيت عمل ايه يعني. انت ما ينفعش تقف هنا خالص. انجي ستة حكيمة قوي يعني. طيب انا دبحت عمل ايه يعني. ايه بعد ايه بعد. للا تتبحنا انا كمان ده انت اعمى كمان. خلاص يا جماعة. كان فيه خروف كبير وبقرة كبيرة بس. يعني اعمل ايه? ادبه. المهم. هنا الخروفين السغيرين. واكلة. في الصباح تعريبا واكلة في المسيح ده ولا ايه? مش فاهمة بقى هم اللي فاهمين. وفي زبالة ما عرفش ليه ايه ايه يعني. ليه يجيبوا ورقوا وقعدوا يكرمشوه. ازايز ماية يشربوها ويرموها. يعني هم. يوسقوا المكان بالعند. مش فاهمة ليه. المهم. وهناش فيه شوية اكلة تاني. ما عرفشش معنى ايه الفرق. يعني كالينا ناكل الخروف قبل ما حد يشفنا. المهم. هو ده. محل الجزارة اللي هم عملوه. هنا القودة اللي فيها خرفان وكده. وهنا قودة الدبح. وهنا القودة اللي بيقطع فيها اللحمة. وهنا. مكان. ايه 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 انا كل التابقوا ليه. والله ما عرفه. ايه مكان محمد وينش. وبس. انا بقى ما عرفش انا هعمل ايه. انا خليني قادة يناوه زي النس اللي جاي تشتري. هو انت متأكد ان دمعك حل لحمة ده شكله بيت. ما عرفش هم بيقولوا وبعدين ما يمكن محل لحمة ما في فتح مثلا في ارض بيت ولا مش عرفني. متأكد متأكد ايوة متأكد ده بيقولوا لسه فاتح جمان. خلينا نجرب. والله ايوة يلا يلا ما تخفيش. انا خايفة. ما تخفيش ق قلت. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المهم محلة طيب شوف احنا احنا كنا عايزين ايه والله مش عارف افتكر كده طيب لحظة واحدة افتكر احنا كنا عايزين ايه عشان احنا عندنا ايه زهايمر كمان نسيتوا اسم الزهايمر ده انتو هتقرفونا يلا اوكي اوكي يلا مش عارفة اين محل الغريب ده بس خلينا نجربو اوكي اوكي يلا انت مبتقولش كلمة اخر اوكي اوكي يلا سوري سوري يعني اعمل ايه هو لزم اقول كلمة العد معرفش بقى معرفش انت مؤرف قوي بجد انا معرفش ايه ده اصبري شوي اهلا اهلا سلام عليكم وعليكم السلام انت اهلا ولا سلام عليكم اهلا سلام عليكم طيب مش مش مشكلة نعم انتو بتبيعوا ايه هنا اه احنا كنا من بيع مش فاكر بصراحة نسيت كنا تقريبا من بيع خشب او من بيع خشب وكمان كوافير او كوافير كوافير وخشب ايه بظه نعم سكوتي اه 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 بس انا شايفا لاحمة طب مدام حضرتك شايفا لحمة يبقى احنا عن بيع ايه يعني اوه انت بقى المسترفي الزيني الزراف دول لا بيقول لك ايه انا داخل اشوف لي حد احسن منك جوة اصبري تعالي انا هنا ليه ! انا عايز ادمر حياتهم أخرب حياتهم وأدمر حياتهم حرفياً مش هسيبهم أبداً 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 خلاص خلاص فيك أوكل ده ما أملوكيش حاجة ملاش دعوة أنت تسكت أنت مش فاهم حاجة أنا أحسن حاجة أعملها أن أنا أقتلهم واخر أه هقتلهم أسممهم أسممهم ولا أقتلهم هما مش هي هي تسمميهم يعني هتنوديهم لا على فكرة سيمة ممكن يوديهم المستشفى بس لكن أنا عايزة أقتلهم خلاص أنت قذرة اسكت بقى يلا نتخل يلا يلا من هنا خد يد أنت وهو اي ده اي ده اي ده ما يفعش كده أستاذ أنت هبتعملها كده ليه خير يا حبيبتي دخل فين انجي اسكت اي ده اي ده هتفضحينها اسكت لازم ترد عليها كده خير يا حبيبتي خير يا ماما دخل فين ها دخل فين عشان تتكرمي كده ما تخلمتي كيش خلك انت في نفسك أنت اي ده بقولك ايه ما تخلنيش أقوملك لمي نفسك كده وتكلمت و راعدة بدل ما أقوملك أنا وأزبطك لا يا حبيبتي أميلي مش خايفة يا حبيبتي أميلي اي خلاص معلش يا جماعة والله هي مريضة نفسيا بس مين دي اللي مريضة هي البنت دي نعم معلش معلش هتضرب والله المهم اسمعوا وعملوها على عدة عقلها اي الولية عايزة تقتل ناس ماشي عايزة تقتل تقتل اسكت وإحنا في الأيام دي ما حضرها لقتل البعد لأيه يا شيء اه اه ما هي مش عايزة تقتل للوقتي كده كده ما هتروح النار اي حد هيتل هيروح النار يعني ايه ده ايه اللي ايه ده ايه يعني في الأيام دي ايه اوعى بقى كده بص يلا بص يلا لا بقولك ايه بقولك ايه بقولك ايه ما تلمي ناسك شوية بقى ما تخليش اقاملك قلتلك اميلي مش خايفة يا ماما هتعديني انت شكلكو سكة أصلا ندخل لحد جوه عدوني كده اقطعيها كويس لو سمحتي حاضر حاضر والله هقطعها ياه اه عايزة حكي يا مدام لا لا اه ما هنا معيه اوه صح طيب ساري خير يا ماما انتو هيا وهيا ايه ده في ايه نعم بقولك ايه ايوه انا عايزة عادة لحمة عندك والله احنا لسه فتحيني يعني ما عندناش لحمة قديمة اه اه ادم لحمة عندنا بقالها ساعتين تاخديها احنا هنستذرف اه انا ما قلتش هتتصرف وبعدين انت بتتكلمي كده ليمين انت واشن تتكلمي كده والله العظيم انا كايف عليكم اتعلموا بادم اتعاملوا بادم ايه حاجة انت انت بش شافة ان نحرف بحل هادي يعني ولا ايه مش همك اللي مش هممني ده انا ما اكلمتكش خليك يشتري لحمتك وانت ساكت بخير يعني عايزة اي يعني ما تخلنيش بقى زبطك عايزة انت هوا انت تزبطيني ولا برا تزبطيني ايه هوا كلها يزبطني والله حضرتك انت شايفانها هادين لكن احنا مش هادين احنا ممكن نقومنا زبطك فعلا والله فعلا محتاج التثبيت شوفيا هتزبطي لي شعري لا هزبطلك حاجة تانية ايه هزبطلك اخلاقك والله هي متزبطة مش محتاجة تثبيت ايه اللي بيرود ده ياه مش ما سادي اهنا ماما نزلتني انا طيب هم هيكلو كبدا يوم الوقفة انا مالي هم هيكلو كبدا انا ما بحبشsil اللحمة هم عايزين ياكلو كبدا يوم وقفت عرفة انا مال امي ا�� ده مش عايزين ناكل كبدا احنا يوم عرفة ايه تحنا مالنا اهلا 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 لو صبحت بس بس بسرعة عشان انا ببوت من ريحة اللحمة ارجوك و ارجوك ايوا نعم عايزة كبدا ارجوك وعى كبدا حاضر حاضر عايزة قدي عايزة نس كيلو كيلو أي حاجة بسرعة بس نس كيلو أو كيلو عايزة قدي يعني مش عارفة بقالك يديني كيلو ونص انت طبع مين انت جايل مين معرفش بقى حد يديني كيلو ونص انا وفى برا طلع هل دي بقى اي حال قاله يا ايميلي يا ايوة يا ماما ايوة حبيب تشتريتي لا لسه بيقطعه ممعرفش بيقطع ارف يا ماما انا هجيبك ابدأ لا انا 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 خلاص يا امي لي في اي يعني مكانتش مرة المهم انترسة في المحل قلت ايوة طب بقلك ايه تقولي هاتيلي لا 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 اه بس كده انا محتاجة يا ماما ارجوكي لا اه اه افتكرت عايزة كيلو ونصف لحمة موضة ليه كده ايه يا ماما بقى يا بدت عشان الفتة الصبح يعني يرضيكي امك تبقى نفسها في حتة لحمة لحمة ايه نفسها في حتة تفتة وما تلاقيش يا ماما بليز مش عايزة تجيب يلا بقى يلا حاضر يا ماما يلا عشان بصي بسرعة بس عشان تتلقي تيجي تودي من حمد الحضانة كمان ايوة ايوة يلا ايه كنت اتبقى لو سمحتوا عملتوا لي الكامده اه اه لسه يعني بنقطعها طب لو سمحت عايزة كمان كيلو ونص لحمة موزة لا مش عمدنا هنا بقى دخولي جوه ايوة افها بقى اكلنا اوي انا ماشي بقى عشان خلاص هطلع اطفع طيب العفو والله يعني انا كمان زهيقتي من الست دي فسلام سلام باي هنجي لكم تاني هنكون قفلين اه طيب ماشي خلسيني يو بقى انت مقرفة الله بقولك ايه هتجيب لي لحمة بايزة ولا لا مش عندي وايه لحمة في حد يتلوب لحمة بايزة انت متخلفة عقليا ايوة 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 عندها مرض تمت وديها مستشفى دي ولا حاجة سكوتي 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 انت بتقول علي ايه اه لا انا بقول علي البنت اللي برا اللي مش حرب رتقان انجي اه اه انجي مريضة بس مش كده يعني المهم بقولك ايه ايوة جايزة لحمة بايزة ليه خلاصيني بقى ولا ايه بقولك ايه اه انت راجل بقى هتعد تقرفني نعم لا بقولك ايه انا بتكلم مع البناتك نعم اصلي شكرك كده هتحط تقرفني وزعقلي وصوتك عالي ومقرف وانا مش عايزة استغفر الله شوفوا لي حد عائل هنا ايوة نعم عايزة ايه تلفت المحل كله بقولك ايه انا عايزة لحمة بايزة عندكو لا طب ما قلتوش كده من بدري ليه انا ننسيت لاني لحمة الخروف فاني لحمة البقرة اني لحمة الخروف اني لحمة الخروف خلسيني لا بقى بجد الستة دي مش عارف شو اركز منها يعني حتى لو اغبطت ومش عارف اركز جرا ايه من البتاعة هنا زي الطور انا عجبك لا مش عاجبني طب ايه بترسك في الحيطة والله ايه احنا جايين تتكاني هنا ولا ايه مين ديه دي مراطي طب بترحت لاماها ولا ايه الطرطور ده انا ما اقدرش ما تقدرش ادعى لنفسك خليها تترقعك في البيت انا هنا مانناش دعوا احنا بقولك ايه انا متل اغبط جوا وبدني عارفاني جوا ايه مشي بقى وانت تبقى مين انا الجزار لا يا شيك لا ده احمد فاتيب والله ايه او كمان كذبين كتب انا انت سيدي خبيرة ولا ايه مايستي بتسأل ده مين او قصدر بيشتغل ايه ده انت بتشتغل ايه او او مهندس ومدير شركة اعمى المسيط هوايق قا? انت بتشتغل ايه؟ عنده شركات? ايه والله ينسيت استغفر الله مش خضيلك بقا المهي.. من الاخر انا مهندس وبتبادل نفسك تب خلصني عايزة ايه بقا عايزة لحمة وايزة والله اي ما عندنا يا اما تاخدي لحمة يا اما تبشو بدل دمطق والله وسهد واسهل ويشتم الحقي لاء خلص يا احمد عيب واللهي… تبخرجها بدل ما ما يبسك دمارك افتحها حاضر حاضر يلا يا حبيت ايه مشي حاضر براحتك يا حبيت لا بقى ده انت عازة نقوم لك امولي ولا هي مخايفة خدي بقى انت عازة ايه وانت مين وانت اش انت بولك ايه تعلي كده وانت مش قدامه امشوا ومشي امشي مشافش وشك هنا تاني ده احسن برضو انا مش محتاجاكو يلا بقى فضحتين ايه صرف ده بجد يستتر مقرفة دني نفتح البيت بقى تاني مالك يا بنتي ولا حاجة متضيقى شوية ليه محتاجة لحمة طب تفضلي جوه انا ماشي بقى شكرون تفضلي تعالي مين لك ايه اللي يضيق في الاحمة اللي حقرب قوي طب تفضلي تفضلي لو سمحتي اي حد انت لو سمحتي طب انا ادخل بقى انا خلاص خلاصتي هنا فاذا تدخل اه اه لو سمحتي ايو 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 نعم عايزة كيلو ونص لحمة موزة لحمة موزة لحمة موزة هلقى شوف لها ومش عارفة عندنا ولا لأ ايه هتطلب اين من مخل اللحمة انت بتأكيد اللحمة هتبقى فوق ايوة 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 هجبلك مش انت عايزة موزة ايوة عايزة موزة طيب ازبولي شوية بقى ايه ده عاديني يا طنط اعمل ايه يعني ايوة بس خلاص يلا يا بنتي بقى انا سعب نقول هنمشي وبعدين نتمشي الكاميرا نفضل وقفين ايه احنا خلاص عايزة نحاسب ونمشي طيب مشت بالضبع السلام عليكم بقى السلام ما افتكرتش ايه افتكرت احنا عايزون منبار بس ايه ويه ويه مش فكرة اي تاني بس الفكرة دلوقتي منبار طيب الحمدلله عايزة ايه كان اسمه ايه لابا انسيت وانا انسيت يوه طيب نصبر شوية وهنفتكر هنفتكر نصبر شوية انت مندية ليه نفس افهم والله بكنوقة طيب اعودي عودي اه اعودي يا بنتي الريحة ايه قرف والله قلت للراجل الواف برا ده المفروض يبقى جوزين المفروض يعني قلت له هاتبر فان او بمعط رجاوه لا قلت له بمعط رجاوه رح قال لي نوو اللحمة بوزة فماليش دعبة والله طيب ماشي معاه هيا اول مرة تيجي دي ولا ايه ما تهدي شوية يا ماما مش نزلنا من مريك انت حاضر اهدى شوية عليها يا عمر يعني ايه دا دي طفلة طفلة مش طفلة واعملش دعوة يا البنتي صعبان علي قوي جاية تطلب موزة من محل اللحمة يا عيني البنت قلبانة انا مش هديها موزة واحدة انا هديها موز كتير هديها كل الموز اللي عندنا واحي اللي بقى انجي التاني مش مشكلة بس اي قلبانة المهم بقى اغلفه لها عشان ايه ما تكثفش ايوه عشان ما تكثفش ايوه بس كده ولا هتكثف ولا حاجة انا فرحة اقول ان انا هساعدها يلا امزل لها بقى عديني لو سمحتي هاي جيت اخيرا انا مستملكي بالي كتير معلش هو اللي عندنا فوق نفس يا فهم اسبوري دي هي عايزة حاجة بس مكسوفة بقى اقولك عليها بعدين اه الله اكبر طيب ماشي اتفضالي اتفضالي اوكي اطلع هحسب بره ولا بحسب هنا لا بره يلا بقى حاضر حاضر سوري معلش احبتي على المعاملة اللي هنا عندنا ونسبة عامل معاملة قذرة زي اه عمر و انجي مين اه لا ولا حاجة طيب شكرا لو سمحت عايزة حسب بقى وفين الكبد عشرات ارافط حاضر حاضر شكرا اوي باي 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 ايه ابتكارتي لا 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 من انت ذاع Resource مني اني اkatختلت كل追د الي ان كنت عايزة جيب ايه اه منبار وفشة وكرشة اه ايه مايي υعرف اللي ايه باي باي امنة عارفة باي انا متعود عليهم اهلا اهلا اه اا كنت عايزة منبار وفرشة وكرشة ك MICHABU منبار وفشة وكرشة ايه العرف ده الله يعرفك الله يعرفك انتي يلا تخلي جوه طيب مناش دعوه هنا هاي هاي لو سمحتو ايبا كنت عايزة منبار ايه العرف ده ماشي حاضر وكرشة الله يعرفك بجد ايه العرف ده ايه عميت هوا مش ده عكل ولا مش عكل عكل بس ايه العرف ده يعني هاتي وخلاص ولا اقولك انت شكل كنايت انت تعالي ايه 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 ايوه نعم اعيزة منبار ايه ايه حاضر ااوه وافشة الفشة دي ااوه عرفتها فالصي تاني ايه وكرشة يا تايحة يا تايحة بجد ايه العرف ده انت كمان نايتي لا انا عايزة حد عيدل ايه اخد انت اخد نعم ولا افتكرتم موشعر السودب موشعر التانين دول هما اللي مش نايتي شكلك انت اللي بقا مش نايتي المهمة اسمعي عرف المنبار ايه لا مش عارف ايه ننشي والله ما كانت ينفع تشتغل عندنا ايو ايو انا عارف المنبار تاب شطورة انت شكرك حلو بقولك عايز المنبار اه مش اوكي ما نعرفت وعايز اه اه فقدم ذاكرة بقى كرشة ايه كرشة نعم ايه زي ما اسمعي ما تسمعيش سمعت الارف ده الله يعرفك بجد وايه كرشة ايه دهBl Oil más ايو إيو JOHN انت هتعهم يعني انه نفسككم مش عارفين ولا همشوا جيب من غزرة االنشي اهو امشي روحي من عند الاغزرة من ما ناشى دهو включ رسفتحين الارف الارف ده اهو ايه Atl Eufty ni في حياتي كلها الله اهو اطلعي برا بقولك ايو اطلعش انا هجبلك انتش عايزة ايخلصي انا عايز منبار وفشة وكرشة حاضر لحظة واحد شايفين الناس العيد اللي راح يجيبلي على طول ما هو مؤرف يعني شبهك كده خلص ما حصلش حاجة اسكاتي حضرتك زابط ايوه انا عايز ارفع قضية على محل كده اتفضلي بص يرديك انا بنتي تروح لمحل لحمة كبير تقولهم بص الاول كده بسم الله انت عارف انت ان عيد القطح قرب وكل سنة وانت كيب وكل حاجة صح او او حضرتك يبقى كل سنة وانت طيب اوه حضرتك طيب هنقل لبعضي كل سنة وانت طيب ولا هتفهم القضية اوه افهم المهم طلبنا كبدة جابوا لنا الكبدة جابوا حاجة صحة ايوه فين مشكلة طلبنا كيلو لحمة موزة عارفها اوه دي حتة في اللحمة موزة عارفها عارفها المهم يدوني دي ايه دي موز معلش وسع يعني ايه معلش انا دفع ثمن لحمة مش ثمن موز وطلبة موز وطلبة لحمة مش موز اوه ما مافهمتش يعني دفعوني ثمن لحمة على استاس انه هو موز ده ايه المحل ده انا مافهمت ازاي محل اللحمة يامل حركة بي ما اكيد لو محل اللحمة كان هيبقى فاهم يعني ايه ولا هي راح تقالت ايه انت قلت ايه قلها هي قلت عايزة لحمة موزة وهي ايه تتاب صانية واطلع هي ايوهي من امتى بحالات الجوزارة بيقى فيهم بنات الكلام ده نادرة انا ما بشوفه طيب هي قالتلك هي يعني بنت ممكن تكون مش فاهمة مش فاهمة فاهمة ازاي تسيبه حد يبقى ليه معاه روختها وهو مش فاهم بيعمل ايه معالش طب اعمل ايه انا عايزة ارفع قضية لا انا قال احسر بقى اروح للناس دي بنفسي لازم اتصرف معاه وقضية وقضية والنبي حاضر اعمل قضية الحمد لله اروح انا بقى روح يستنيني اي حاجة المهم انا رايح لهم تاب روح لهم بسرعات يا بنت ايوه هوا ده المحل هوا ده العنوان اللي انا قلت لبنتي عليه طيب ماشي تفضلي تفضلي اهلا اهلا كل سلام حضرتك طيب تفضل ايه ايه ده انت فش عارفنا مين ولا ايه لا لا متفضل طب انا مين اللي اصلا ايه المحل ده الستة تطلع بموزة تدولها موز ايه ايه ده مين اللي ادكي ما عرفش مش انا بنتي اه معلش بس اتلاقي حده متخلف هو اللي عمل كده يعني معلش معلش مين اللي اتو خلي بنتك توصفلك مين لدك لا ما فيش الكلام ده وبعدين ايه المحل ده فين الترخيص بداع المحل ترخيص ما عندناش ترخيص لا اسمع بص حنا ننامل بس تحدي و هنقفل فيديو هنقفل المحل اصلا والله ما فيش الكلام ده فين الترخيص فيش ترخيص في ايه تاني خناقة تاني ولا ايه يوه احنا هنستزرف ولا ايه فين الترخيص ما فيش والله ايه ما فيش ترخيص ايه احنا ما مش عاملين ترخيص للمحل احنا بس بنعمل فيديو عادي اه اه ده تحدي مش مش يعني مش محتاجين ترخيص والله انا مالش دعوة المحل ده هيتقفل 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 يلا اللي عنهم فقدان زاكرة دول يمشوا اه والله يعني احنا تبخندنا هنا اولا انا مش فكرة كنا عايزين ايه اه مبار مبار امشوا محدش هيشتري يو بعد ما افتكرنا دول افتكروا خلينا نبقى لهم ولا حاجة ايه يمشوا مبار لا ندلهم هيروحوا لمحل تاني ينسوا ادلهم دول بسوا فينا المحل حاضر ايه بقى قصة المحل ده اه ده تحدي ايه قصة المحل بنعمل تحدي وهنقفل ام المحل اللي عايزي يعني فهمتوا ولا ايه والله ايه المحل ده يتقفل طب لا لا معلش يعني ازاي نقفل المحل او اللحمة دي كلها نمعم بها ايه مالش دعوة كلها يوم العيد والله ناكل ده كله ايه يعني شايفنا جواميس احنا ولا ايه لا مش هناكل كل ده والله ايه احنا منستظرف ولا ايه لا لا عشان خاطرنا طب اللحمة دي دمان ديها فين اتبرعوا بيها اه اه فكرة حلوة نتبرع ماشي نتبرع ايه احنا نقفل المحل يعني نعمل ايه يعني اقفلوا المحل ده ويالله طب نقفل فيديو الاول بسرعة طيب مش يلا يا جماعة نقفل وحضر لي بسرعة كمان كم كيلو كده اروح بيه للعيال كمان ماشاء الله خلص حاضر حاضر وبس كيا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وزي ما انتو شايفين احنا تشب شبنا من الروجل ده وشير لايك وشير وسبسكرايب اتفعلوا زر الجرس عشان نوصل لكم اي فيديو احنا مننزلو واتبعونا فيسبوك وتيك توك وانترو هتلاقوا راوز في الاسكراب شربوكسر بصراحة يا جماعة احنا بيتنظر لنا نظارات هينه مرعبة وبس كده يلا عفل الكاميرا حاضر حاضر باي لا لاحظة ما عرفتش اي الحاجة اللي ابي كانت عايزة تقول هالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة